اسلام عليكم ورحمة الله ازايكو يا شباب ان شاء الله نشرح مع بعض النهاردة الوزء التاني من الوحدة التسعة سنة اولى سنة في بعض الناس يا شباب بتقولي الكتاب بتاع المعاصر بصراحة يا شباب الكتاب مش معايا فانا بضطر غزب العيني من رشرح من كتاب جيم لو حد يقدر يبعته لي كملف بدي اف مفيش مشكلة وانا احلهه لكم برضه بازن الله ولو عرفت اجيبه ان شاء الله برضه وحلهه لكم يلا بينا مع بعض نشوف الجزء التاني وكلمات وقواعد وبتتكلم عن ايه شوف كده مع بعض اول حاجة عندنا الفوكاب وكلمة يا شباب اللي هي مفردها وعادة بيكون معاها كلمة المفروضة ان احنا عارفينها من زمان هاف زابيليتي تو زائد الفعل في المصدر طبعا يا شباب دي اكسبريشن كده هاف زابيليتي تو تو ساوي لعايز يعرف برضه يا شباب تو ساوي ايبل تو وابل تو دي يا شباب لازم يكون قبلها ام واس وار ووز وير هنا هناك فيرب قبل كلمة able to و بالفعل في المصدر والأيام able to بتساوي I have the ability to. He is able to. He has the ability to. نفس الكلام برضو. They are able to. They have the ability to. Artist. Bridge. Business. عملته جاي. Change. طبعا فيرب ونون في نفس الوقت. Critical. Knowledge. Mean. Mentment. Music. Music. Practice. C. Skill. كلمة مهمة. So-called. مزعوم. أو ما يسمى. Energy. Engineering. إنجينير بس لبا المهندس. Equipment. تعامل معاملة singular المفرد. بتاخد was. أو has. أو is. أو فعل في is. واحدثا بيجي معا كلمة do experiment. كين. بتاخد حرفة. جر. on. بيجي وراها اسم أو فربي زاد. ing. الحاجات دي كلها بقى بعرفها كده يا شباب. Solver. اللي هو حلال المشاكل. جاي من كلمة solve. زي solve the problem. Subject. مادة دراسية أو موضوع. Technology. خدنا بلك هذا طبعا. Thinking. اللي هو التفكير. وبرضو ثوت تفكير. understanding. جاي من كلمة understand, understood, understood. age. خدنا طبعا بكده يا شباب. bookshop. وفيه فرقة بين bookshop و library. library. بعمل borrow books. البوكشوب. بروح اشتري منه الكتب. اللي بيع الكتب. break. طبعا هنا راحة. وفي break broken. لوه يكسر. pulling. خدنا بكده يا شباب. لوه يتنمر. check completely. confidence. ولو خلتها confident. يبقى واسط من نفسه. copy. اللي هو نسخة وينسخ. home schooled. متعلم في المنزل. عشان كلمة home. وكلمة instead يا شباب. بتاخد حرف الجر of. أو ساعات من of لو جت. يعني ممكن تيجي من غير of. لو جت في الآخر. love. وعادثا بتاخد حرف الجر at. ممكن الكلب يقابلنا بعد كده. بس دي حاجات مفروض نحن نحفظانها يعني. lose lost lost. lucky. mind كلمة mind يا شباب. بيجوارها. verb زائد ing. زائد verb. زائد ing. أو اسمي طبعا. I don't mind playing. I don't mind coffee. opposite. otherwise. وإلا. electrician. جاي من كلمة electric. اللي هي كهرابي. وelectricity. اللي هي الكهرباء نفسها يا شباب. exactly. exactly. طبعا. examination. لو الشر. practical. حاجة عملي طبعا. practically. عمليا. shelf. terrible. عمليا. أبل الشيء. كلمة مهمة جدا. نحن 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 نحن. conclusion �بعا نحن 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 نحن. فارغة دากاءة. رأي 저번ة. حسنا. اللي uzay. كمهار well from كمهار well from كمهار wellis يبقى المعنى مختلف طبعا. A waste of time. طبعا تضييع للوقت يعني. مرضو لها معنى الثاني اللي هي المخلفات. ده بيجلب لنا الحظ للنجاح يعني. دو سبورتس وبراكس سبورتس وبلاي سبورتس. دو سنجس. دو وفي دو بادلي. فيه لونلي. دي مهمة جدا ان اشرب بالواحدة. وده الفرقة بينها وبين كمية الوان يا شباب قلناها قبل كده كتير. دي مهمة جدا let me get on will with the اميك يتناغم. يتناغم او ينساجم مع مثلا. زميلو او كذا. give jobs يوفر. فيه provide برضو يا شباب. give reasons. keep going back. like electricity. make mistakes معروفة من زمان. run upon days. run open days اللي هي يعمل في ايام مفتوحة. على سبيل المسال أجد صور أي وامك أحدภار ٢، تبدو على ربرافي فريط المسلم صور غافية هل بوز يدعم بكذا تيك بارت ان ليشارك في في تيك بليس يعني يحدث هل بوز طبعا دي يا شباب بيجوارها اسمه اوفير بزا انجي لكن هل بتو بيجوارها فعل في المصدر وممكن من غير تو برضو فعل في المصدر كيب اون كايند اوف ليرن فروم وفي ليرن اباوت يا شباب يتعلم عن لكن هنا يتعلم من كذا كلمة دي مهمة جدا يا شباب بفضل كذا بفضل دكتور فرضو فروق الباز بفضل لدكتور فرضو يوسف الفور مفيد لي يوسف او وفي ويتو فائلا في الانفنائتف زي زو ie ours في الانفنائتف ويتو فاعل في الـ آه في الانفنائتف الانتنم 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 بطريقة دقيقة. كئيب. طبعا إنه منها clarification. ولو أنا قلت المعقد. ريا الله يسخدنا بكده طبعا كتير. شوف بعض النص كده شباب اللي هو الفروقات ما بين الكلمات. طبعا بينا جدا ساكسس النجاح وساكسسفل ناجح. لو حطتها بي أساكسس تساوي كلمة ساكسسفل. هز فرست نوفل ووز أساكسس بتساوي ووز ساكسسفل ناجحة. أجري فور وأجري أجن. بص دول عكس بعض دائما يا شباب. وهو حتى في القطع زمان كان يقولك. هل أنت معه ولا ضده؟ يبقى هنا هيعارض. هنا هيعارض. وهنا فور هيبقى معه. من أجلي يؤيد. لكن هيتجادل مع شخص. في الرأي طبعا. لا أجري معي. يبقى هنا هي يعني يؤيد الشيء. ومن ذراية اللي هو حقوق المرأة. لكن هنا هيجادل. وهيعارض التجارب على الأنمال الحيوانية. ميس ولوز خدناها من زمان. ميس يا شباب. يفتقد بنا آدم. ميس برضو. ميس برضو. ما يلحقش الكطار. أو الأطرق أو كذا. اللي هو الطيارة يعني. ما يجبش هدف. يعني يجي شدو القرى مثلا. ما تصبش. طبعا لوز اللي هو يفقد أو يخسر. يفقد شيء. يعني ضيع حاجة. أو يخسر المباراة أو الجيم. زي هنا كده. هم لعبوا بطريقة سيئة. فهم يستحقوا أن هم يخسروا الماج. في كمان كلمة شباب اسمها. جيت لست. جيت لست. يعني يا تو. أقول I got lost. أنا توت. أو تساوي يا شباب. We are lost. يعني ممكن الشيء الجديد يا شباب. بحط am أو is أو are. أقول I am lost. أو he is lost. أو they are lost. هي هي كلها واحدة. طبعا exhibition ده قلنا قبل كده يا شباب. في المقارنات. حتى لو حدا كان سمع الترجمة هتلاقي فيها زمور وزمور. ومش شرط يا مستر يكون هنا كلمة زمور كلما وكلما. كلما كان عندك مؤهلات أكتر. كلما وجدت. كلما وجدت. وزار. البوكشوب. وليبريرينا نمتلك في الأول خالص ده نستعير منها الكتب أو نقرأ فيها. لكن البوكشوب بروح نشتري منها الكتب. وده الفرق ما بينها وبين بورو يستعير. أو زي ما احنا قلنا نقرأ فيها. نشوف بعد اللانجوش نطس كده الموجودة عندنا. كلمة بست. طيب. ايجيبت بست كاز. برضو هي اسمها بنفس الطريق. هومسكولنج. اللي هي التعليم في البيت هنا. uncountable. لا تجمع وتعمل معاملة المفرد. لذلك كلمة إيه إز. نفس الكلام برضو يسأله لك فوق. كلمة إكومنت. لا تعد وتعمل معاملات المفرد. ان اديشن دي شباب ديها تكون وخدنا في إعدادي. بيأتي بعدها جملة كاملة. لكن ان اديشن تو بيجي وراها. فير بزائد اي انجيل. يعني مثلا. نوها بتساعد مامتها ان اديشن تو. دونج هوم وير. لكن ما اجا يقول ان اديشن بعمل جملة عادية وخارس بقى. لحسب الزمن بتاع الجملة مش فرق بالنسبة لي. مهم ان فيه فاعل وفاعل ومفعول. شوف كده التشيك بوينت ده شباب. ادهم في البيت. طبعا مدام اتش ازر يبقى بنتجادل مع بعض. عن اتش تشانل انه قناه. احنا هن ايه هنتفرج عليه. يبقى اتش ازر. حقوق المدرسين لسه الانها فوق. ليه معه اللي يؤيد. لكن لو انا ضد اتبقى اجنس. لو انا ضد اتش ازر كلمة بورو. من ساعة ما شوف كلمة بورو على طول. يبقى فيه الليبراري. هاروح استعير الكتب من المكتبة القريبة مننا نير بوين. اي سبيس زا ستارت اوف زا اجزام. انا طبعا فتني البداية بتاعت الامتحان. يبقى اي مست زا ستارت. مست هنا اللي هو فتني المعاد. نفس الكلام هنا يا شباب. ماي برازر ليه بمعنى يفتقد شخص. اي مست ماي برازر ألط. دي هو شغال في سويدي اريبي. شوف كده الحل على الكلمات. الوكاب اكسرسيز. نمبر ون. شهي الوكاب اكسرسيز. نمبر ون. شهي الوكاب اكسرسيز. يبقى اكيد طبعا مدام فور تبقى بتؤيد. او بتجادل الناس طبعا من اجل المرأة في المجتمع. او دور المرأة في المجتمع. نمبر 2. انا خلاص قررت. انا خلاص قررت. انا خلاص قررت. دي سيشن يا شباب اللي هو القرار. طبعا قبل ما نمشي برضو بعيد كده. عشان فيه ناس بل تقولي يا مستر حفظك. بتسيب بعض الكلمات. طبعا انكارج يعني شجع. بيتس يعني اهزي طبعا اننا لسا الانلين ريونها مع بعض. نمبر 2. انا انا خلاص. دي سيشن يا اهزي. انا خلاص قررت. اكيد طبعا ما يدهث حاجة تخليني بالعرب. الاخرار بتاعي. يبقى تشانج. طبعا اكسي بلين يشرح تيك وريتش اظهر مش محتاجين يعني انا اترجم انا اترجم بس الكلمات الصعب You don't need any special space for this sport انت مش محتاج ايه مميز في هذه الرياضة Just a pair of running shoes بس حزاء للجاري يبقى اكيد هنا معدات والمعدات هنا uncountable اكومنت انت مش محتاج معدات طبعا knowledge يعني معرفة طبعا دون معروفين description وصف information معروف Could you space your reasons reasons ليه الاسباب for choosing this job يبقى اكيد ممكن تشرح لنا اسباب انك انت اخترتها هذه الوظيفة طبعا عندي هنا كلمة decline يعني يرفض شيء extract يعني هي لها معنايين يعني ممكن مقتطف او يكتطف شيء او يستخلص شيء وانكوير يستعلم طبعا دي معروف My daughter is space at writing exciting stories يبقى اكيد هي شطرة يبقى brilliant ممتازة لان كين دي شباب بتاخد on متحمس Brown بتاخد off او to interested بتاخد in طبعا مش تمشي معاك المتقال Number six I told the police officer the space of the sieve اللي هو اللص يبقى انا اكيد بالعارب كده يا شباب قلت له الوصف بتاع الحرامي اللي اكتحم broke into my house يبقى description انا وصف طلو طيب البرسكريبشن دي شباب اللي هي زي روجيتة كده بتاعت الدكتور وكلام انها formation تكوين الdimension اللي هو البعد او الحجم طبعا لها اشدعوها بالاختيار خالص Number seven Although hockey is a fast and space sport على الرغم انه الهوكي ديت رياضة ايه هو ايه to watch it seems violent بيبدو انها عنيفة يبقى على رغم بصب هنا عايز على رغم من انه هي رائعة او exciting مسيرة فهي في نفس الوقت يبدو انها عنيفة طبعا دول معرفين كلهم مفهومش ايه حاجه صعب Overpubulation اللي هو الاقتصاد السكان is a space problem that we face نوالي احنا بنواجهها في هذه الايام يبقى اكيد مشكله خطيره serious برضو التانيين سهلين جدا مفهومش ايه مشكله في المعاني After long space with her father بعد ايه مع باباها she was convinced اقتنعت not to take the job الا تقبل الوظيفة ايه بعد ما حصل معاهم مناقشات اتناقشوا مع بعض لان استراجل معناها يناضل وفايت يحارب مش هتحارب باباها طبعا وأجريمنت لها موافقة مش ماشية طبعا I went to see the playwrights space masterpiece اللي هي احسن حاجه بالنسباله او احسن حاجه هو عملها but I was very disappointed by it ولكن انا اصبت بالاحباط يبقى بعد ما روحت عشان اشوف القصة او المسرحية المزعومة اسمها so cold طبعا برضو عندي برضو بعض المعاني الصفة الموصول دي معروفة اللي هي جدا يعني بارد جدا وعندي miss cold ديت اللي هي مهان مش ماشي معاها خالص هنا man cold ديت برضو كلمة مش موجودة عندك اللي هو متأيد يعني او حد مأيده بحبال او بكذا This training program is seen as a space between school and work يبقى هو كايه ما بين كذا وكذا يبقى اكيد طبعا دول مش يمشوا معاها يبقى هو ككبري يعني بيوصل كذا بكذا اللي هو التدريب ده طبعا دول برضو سهلين جدا مريد سهلون فوق number 12 I have complete space in my student They are brilliant هم شطرين جدا يبقى عندي ايبقى يا شباب صفة اللي هي هنا confidence يعني واصق وصوق تام في طلبة بتوع exhibition طبعا اللي هو التفسير وبولينج لسا علينها ودوتش يعني شك Reda thinks that money will space all his problems هل الفلوس bring all his problems يعني هتحضر له اللي هتجلب له solve اه طبعا دي معروف هتطول solve the problems وgive مش هتمشي ولوز برضو مش هتمشي طبعا معانيهم معروف number 14 If you can't attend the wedding لو مش هتقدر تحضر الحفل الزفاف I could go لسا انها لك فوق هروح بدالك من غير الوف لانها في النهاية لكن هنا لازم يكون في حاجة وراها يا شباب وعندي كيمة install يعني يرسخ الشيء وinstall طبعا دي معروفة اللي هو يسبت حاجة زي يسبت برنامج او كذا zero sun had been injured in a space accident يبقى اكيد طبعا اسمها terrible accident يعني حادثة مريعة طبعا كلهم هنا pleasant و bright حاجة حلوة وتريفك برضو الى حد ما حاجة مش كويسة we're all very space on نحن نسأل هلك فوق اسمها keen on يعني احنا كلنا متحمسين للرياضة ديت خاصة كرة القدم as we support الاهري team number 17 old english was in many ways similar to modern gym يعني الى حد ما هو مشابه لالالماني الحديث for space for instance for instance على سبيل المثال number 18 what is the best way space learn language وش طبعا هنا مدام في فعل في المصدر الشباب لسهلك فوق what is the best way to الفعل في الانفينيتيف لكن the best way of بيجو رأي اسمها over the energy number 19 our book should be ready مدام في هنا ناون يبقى ready for اللي هو جاهز لي طبعا publication هنا لو النشر او الاعلامية number 20 20 مريم when she first arrived in new york when she first arrived in new york she had no friends هي معندهاش اصدقائي بقي حاسها بالوحدة وديت مهمة جدا يا شباب الفرقة بين lonely و alone lonely لها برضو زي الوحدة بس اسمها كده felt lonely هنا بقى نظام الاختياري ما بين اتنين يا شباب can you explain what the coin means ممكن تقول لنا معنى القصيدة ديت ايه كلمة اكسبلين الانتنم بتاعها طبعا ده قدامك في الحفظ فوق هتلاقي كلمة district يعني يشوش على الحاجة او complicateها يعقتها لان طبعا كلمة اكسبلين يعني يشرح او grasp according to the data we can definitely say that population in pollution sorry التلوث is increasing PSD كلمة definitely بالتأكيد طبعا سهلة جدا certainly absolutely بالتأكيد بالتأكيد طبعا كلمة نحن نحن نفوه يا شباب في قلب الاختيارات synonym والانتنم 23 I have got some very exciting news for you وانا عندي اخبار حلوة اوه عشانك عكس كلمة exciting برضو ببينة جدا ضل يعني كئيب هتلاقي موجودة عندك برضو في السنالم والانتنم و boring لكن كلمة thrilling ديات حاجة حلوة و accurate يعني ضقيق و horrible يعني مرعب طيب اللانجوش بتاعتنا بتتكلم عن يا شابل يا قواعد كلها حاجات قديمة ما فيهاش حاجة جديدة اول حاجة ال past simple ال past simple ده شباب يتصلي في الثاني للفعل بإضافة D او ED او يكون الفعل شهاز زي ما انت شايفوا قدامك كده و هتلاقي عندك الكلمات الدل عليه يصر دي و lost و ago و in the past و in و سنة قديمة و عندي the other day و once upon a time و one day طبعا هنا بيعبر عن حدث تم في الماضي و انتهى اهو خلاص خلص او عادة كانت تحدث في الماضي و خليبك من حتة دي يا شباب مهمة جدا و انها في الفيديو بتاع زي ما ممكن نحط كلمة all was هي كلمة معنى فقط لغير لكن الكلام في زمن الماضي و اوين she was ill قاعد يتوزتويا شعوركم اي لينها بيجو وراها الفعل في ال infinitive اعتدى ان يفعل شيء في زمن الماضي و لم يعد يحدث بردو هنا مبين لهوات she was ill كلام في زمن الباست ممكن الحدث تمشي ورا بعضها لو انا بحكي قصة الاثنين او الثلاثة او الاربع يكونوا كلهم في الباست في الماضي didn't و الفعل في الماثر يبقى انا كده كلمة في الجملة هم يحب اعمل سؤال عندي نوعين اداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل و دايما الفعل في ال infinitive عشان كلمة دد خليك مع اي بتاعتي هنا كده اللي انا شغل بيها هتبقى بينا معك هم هو حتى عمنا بلول احمر او اسأل سؤال بكلمة دد اهيت ثم الفعل برضو في ال infinitive والكلام هيبقى برضو في زمن الباست ده الكلمات اللي احنا يسألنها بتعبر عن زمن الباست في الماضي نشوف دولات مع بعض كده يا شباب two days ago منذ يومين يبقى على طول في الباست space on a picnic with my family يبقى اي وينت على طول في زمن الباست he usually وخلي باك من حيث دي ما تلابطش في الامتحان اهو بص when he was on holiday يبقى visited عشان هنا في زمن الباست my football team won the match and i ماذا هنا باست وان يبقى باست برضو i scored a goal our brave soldiers الجنوب بتوعنا الشجعان سنة 1973 هو حرب ضد إسرائيل إسرائيل طبعا هنا يبقى one يبقى كسبه حاول لونج على طول هنا في last يبقى اخد did ثم الفعله في الـ infinite طيب زمن الماضي التام نركز مع بعض كده يا شباب لانه اجيب لك كذا زمن كلهم في زمن الباست الماضي التام ده يا شباب عايز شوية تركيز كده هتلاقي له فيديو كامل في الفيديوهات الأديمة خالص بتاعة الأزمنة وهتلاقي العنوان بتاع كده لو كتبت زمن الباست بيرفكت بكاومن يا شباب هو برضو خليك مع الإيد هاد واتصيف السلس للفعل طبعا بتمشي مع جميع الدمائر ماشي هو هنا مش كاتب كل الدمائر بس هو معروف طبعا وهو جابك هنا من كل واحد واحدة طيب النفي بتاعها هاد واتصيف السلس السؤال وات هاد يو وهي وشي وات ثم تصيف السلس للفعل لما هعمل السؤال بدء به هاد إلي جاب بيس أو نو ثم الفاعل ثم التصيف السلس للفعل طب ازاي نبنيها المجهول يا شباب بص هنا كده الجملة دي مبنيها المعلوم كاتب جنبها اكتب يعني يا مستر برضو ثاني نحن كان نشرحين وبكده يعني فاعل فاعل مفعول البوليس قبض على الكريمينال لو هبنيها المجهول هبدأ بالكريمينال حط هاد بين دي سابت يا شباب فرب تو بي والتصيف السلس للفعل هنا جابها بين ليه عشان هاب بيجي وراء تصيف السلس طيب بس هذا من الماضي التام إمتى يا شباب اكتمال حدوث فعل بحلول وقت محدد في الماضي يعني قبل يوم اللي اتنين اللي فات كنت عملت كذا أو البنتر كان لون الشقة كلها يبقى هاد والتصيف السلس يبقى باي وحاجة في الماضي باي يستر دي باي لاستويك على حسب الجملة بتاعت أو ركز هنا بقى هاد اسم مع بعض أحدهما ماضي والتاني ماضي تام طيب يا مستر انا هعرف الكلام ده ازاي الكلام ده بيجي مع روابط زي ما انت شايفة هوت كلمة افطر عند الإيدة هي دي قاعدة يا شباب متفصة هي وهوين بيجي وراهم ماضي تام والفعل التاني ماضي بسيط طب ايه يا مستر الفعل الماضي التام الحدث الاول ده ماضي تام يعني هنيجي على ده كده يا شباب ونكتب عليه واحد ونيجي على ده كده يا شباب ونكتب عليه اثنين يبقى اللي بيحصل للأول يا شباب ده الماضي التام هذا هو التصف الثالث اللي بيجي التاني يبقى المضبس طبعا ده بيقبان جدا في الجملة بعد ما بحثت عنهم لوقت طويل انا وجدتهم ماشي يبقى اللي هما المفاتيح هو ايه او الفلوس والايه والمخفضة يبقى هو هيدور عليهم الاول ثم يجدهم يبقى ده الاول ثم ده التاني طبعا هل يا مستر هو يا افتر بس لا الكلام ده احنا وضعينه برضو اللي عايز رجع للفيديو الاساسي افتر واس وان وبيزة طايم وبيفور وفيه كمان بقى عندي هوين دي تمشي معا كذا حاجة ممكن ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي تام ماضي تام ماضي تام ماضي بسيط قاعدة هوين بتلعب عليها حاجات كتير جدا طبعا اذا وقع حدثا في الماضي فان الحدث الذي تم اولا ماضي تام والحدث ثانيا ماضي بسيط لا نسألها لك عاي باعت المنزل ويتش اي هاد بوت لاست يير اللي اشتريته السنة اللي فات يبا هو اشتريه الاول ثم باعه يبدا ماضي تام وده ماضي ايه بسيط حتى لو مفيش يا مستر حاجة بتعبر باينة جدا اصلا من سياغة الكلام طيب نفس الكلام اللي يبقى لك هو يا شباب هو جايبه لك هنا لحد ما كامل اهوات افتر واس 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 وحطه وين معاهم وعكسهم بفور وبيزة ايه بسيط طيب وفيه كمان واحدة اسمها انتل بيجوا وراها ماضي تام وابل لها ماضي بسيط مانفي اهو يا شباب افتر هي هاد فينشد ماضي تام اليما التانية ماضي بسيط طيب افتر يا مستر افتر يا مستر زي فينشد وهنا ماضي بسيط قال له انت لسه يا مستر ايه اللي ماضي تام وماضي بسيط مع كلمة افت وما لقيه يا مستر اللي خلاك هنا تقول ماضي بسيط وماضي بسيط برضو الكلام ده هتلاقينا ايه قبل كده يا شباب مفيش فارق زمني ما بين الاتنين دول يعني الاتنين حصلوا ورا بعض على طول فبضطر ان انا اعمل الاتن باست سيمبل لكن لو في فارق ما بينهم فبعمل واحد باست بيرفكت والتاني باست سيمبل طيب نفس الكلام برضى بمجرد بابايا ما ندح علي انا رديت ايه عليه في الحال يعني ساعة ما بابايا ندح عليه وحتى جاي ردد على على طول فالاتنين باست ايه باست سيمبل حتة جميلة جدا واخلي باني منهم طيب واحنا هنا يا مستر بنتكلم في الماضي التام والماضي البصير طيب وفي حاجة تانية يا مستر اه كان في حاجة تانية يا شبابنا كنت ايه لها قبل كده الناس برضو تخلي بالها منها يعني لو تحسبا ممكن تجي لك لو انا قلت كده يا شباب ده يا شباب قاعدة as soon as او الروابط الموجودة عندي هون وكلام منده لو جاه معها present symbol فعلي في اس او فعلا وفوش اس اللي يام التاني باخد will والفعلي في الامفينيتب وساعات هنا سعب بيقى مضارع التام برضو اخد will والفعلي في المصدر الحاجات دي عرف كده لانه زي ما انت عارف هو بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يلتزمش بالحاجة اللي موجودة عندك في المنهج ممكن يجيب حاجات ايه حاجات قديمة طيب نشوف كده بقى بعض بقى العكس بتاحهم اللي هو buy the time way before اللي تنين دولت يا شباب بيقوا وراهم past simple وبعدين past perfect يعني عكس اللي فوق لو هافظت واحدة منهم التانية عكسة before we watch the tv يعني قبل ما تفرجنا على التلفزيون كنا عملنا الواجب يعني عملنا الواجب وبعدين تفرجنا على التلفزيون هي اللي لابة كلها فهم he had finished his where by the time he helped his brother قبل ما يسعب اخوه كان مخلص الواجب الوراء بالعمل تلوانتل دول يا شباب بيقوا لهم ماضي بسيط منفي وبركز في الحاجة ديها والهلك دلوقتي مهمة جدا وبعدين ماضي تاني ماضي بسيط منفي يا شباب ممكن يبدد انتو الفعل في المصدر بص بص أو وزنت مبني للمجهول في زمن الباصل المنزل لم ينظف الا لما هاد ضن اتسب يعني محدش او المنزل مش هتنظف الا ما نعملو بنفسي يعني طيب بص كده برضو عندي هنا هي هاني ريفيوز ايه يا مستر ده انت باش قلي ماضي بسيط منفي كلمة ريفيوز ليا شباب معناها رفض رفض يعني ديد انت اكسبت هي هي يا شباب هي بتدي نفي او نفس المعنى بتاع النفي وبردو هنا ماضي تاني برضو هنا بص كود انت جوم هي كود انت ديف الزمن الباصل منفية ومعها فعلا في الانفينيتيب برضو يا شباب احنا كنا شرحين كلمة نو سونر وخلي بقى كوركز كده كويس بص وسطها كده هتلاقي معها زين وهاردري وسكيرسري معهم كلمة ايه هوين طبعا في وسطهم تصريف سالس للفعل واليام التانية باست سميط طيب هنا هيبقى عندي الفاعل بتاعي ثم هاد وكلمة دي ركز كده هي هاد نو سونر كومبيلية تده هزا استادز زين هي ترافلد ابرو ديبقى هو لم يكن حتى ده اكسبليشن كده معروف لم يكن دي ينهي الدراسات بتاعها حتى سافره الخالي لو انا جبت بقى هاردري او سكيرسري هيجي معهم هون وبرضو معي الباست السيمبل ادي هاد طب في حاجة تاني يا شباب مش عارفوا اجيب انا اهو اجيب هاو لو انا بدأت بنو سونر في الاول يا شباب هاكس الفاعل مع الفاعل يعني اخلي هاد الاول ثم الفاعل نو سونر هاد هي او ميد او كذا احدى هو وبعدين نبت بالك hari identi والفاعل في الباست السيمبل نفس الكلام بردو اللي هاردري او سكيرسري chopped وبعدين التصريف الثالس واحط هو فاعلص في الباست اخلي بلي بس من حته يا شباب لو بدأت بيها هاكس الفاعل مع الفاعل ودي تم تجي الكتير جدا طيب احنا هرنا عشان كان في ماضي تام فكنا بنقول هاد والتصريف الثالس طب لو بدأت يا ابشتب بنو سونر وقلل قلقين في ماضي بسيط عادي احط الدوي الفاعل في الماضي لكن فوق كانت هاد والتصريف الثالس للفعل يبقى no sooner did I see than I called تا اكسبريشن برضه يا شباب هتليه في الفيديوهات الاولانية it was only when أو it was not until ماضي تام وزات وماضي بسيط يعني لعبة كلها عايزة حفظ قواعد وهتمشي على القاعدة سهلة جدا طيب هو بيقول لك هنا ان هم هم يعني after he had played the game he went home بعدما لعب طلع يبقى لعب الاول وبعدين خرج it was only when he had played the game that he went هي هي أو it wasn't until he had played نفس الكلام برضه ذات والفعل فيه past simple هنشوف بقى مع بعض يا شباب بعض النوتس كده زي بقى قلت لك من قيمة شوية قاعدة win دي بتلعب معها حاجات كتير جدا ممكن win وراها past perfect زي ما انت شايف كده وبسيط لقيت هنا ومعاها past simple أو past simple past simple لما يكونوا الحدثين متقاربين من بعض أو past simple past perfect مش تفرق بالنسبة لي هو هنا في الاول نية والاخرين دي ده شباب اللي هم حدث يعني كان بدلي شوية عن التاني لكن هنا ورايبين من بعض عشان كده الاثنين past simple طبعا ده زي بيقول لك حسب ترتيب الاحداث حسنا نشوف كده مع بعض وين هي اريفت عندما وصل وي هات فنشد اور دينا كنا خلصنا العشة بتاعنا يبا هما خلصوا العشة الاول بعدين ايه يا شباب هو وصل فبا يقول لي هنا وي هات فنشد اور دينا هي اريفت يبا هو وصل بعد يبا هنا تساوي كلمة after لان افتر بيجي وراها ماضي ايه تام بعد ما خلصنا العشة هو المعنى واحد يا شباب بس اياه زي ما قلتلك الexception بس بيختلف من قبل او بعد ده ماضي تام ده ماضي بسيط مش فرق بالنسبة لك خالص انت كده كده اذا ما تلاقي واحد ماضي تام يبا اليوم التاني ماضي بسيط او هتلاقي الاثنين ماضي بسيط زي ما قلتلك الحتة دي بقى جميلة جدا يا شباب وديها اللي كنت اعلا برضو في الفيديو القديم when i had reached the station the train lift بص كده يا شباب الكتار هنا غادرة امت بقى يا شباب اوه when i had reached يبقى هاد ريتش للأول يعني وصل للأول ثم الكتار مشي يبقى كده لحقه اي قطئت لكن بص انا وصلت القطر كان مشي هاد ليفت ده اعتبر الحدث الاول لو عملنا كده هتلاقي ده الحدث رقم واحد ياشي يا شباب يبقى الخط جيه هنا تحت شوية هنخليه هنا كده والحدث ده اللي هو رقم كام اتنين يبقى هنا القطر مشي قبل ما هو ايه يصل المحطة او قبل ما انا اصل المحطة لكن هنا هيبقى ده الرقم واحد اللي هو هو وصل الأول وبعدين القطر مشي ده رقم ايه اتنين عشان كده ولها الحدث دي جميلة جدا برضو يا شباب افتر و بفور لو ما لقيتش بعدهم فاعل تحط افتر دوينج او بفور ايه جوينج اللي يبقى بالسابق يا شباب افتر ايه هاد هنا بفور ايه جويند ايدي يعني هنا يا شباب هي طبعا هو ان الواد ياسر يبقى بفور هي اتجويند كأنها ماضي بسيط عادي وهنا يا شباب افتر منه هاد ده الاصل بتاعها يا شباب طبعا ما اجاه الكلمة هنا بقى تبقى She اتبقى She watched TV ايه برضو فيي اكسبريشان تاني يا شباب having تصيب سياس للفعل زي افتر بالظبط having done my homework تساوي افتر اي هاد دن my homework هي هي افتر اي هاد done my homework. هي هي برضه يا شباب. احط having تصيب سالس للفعل. زي ما قلنا لو الحدثين قريبين من بعض فبيصادم past simple past a simple. مفيش مشكلة فيها. وانا قلت لك برضه اللي فاتت ممكن احط مضارع بسيط يدين ليهما التانية ولو الفعلة في الماضي. لو في عندي ثلاث افعال في الجملة يا شباب. فواحد منهم بيتحط ماضي تام والاتنين التانيين بقومه ماضي بسيط. بص كده يا شباب. هون اي ريتردهم لما رجحت البيت اكتشفت ان في حد بص دخل سرق الفلوس. يبقى الفلوس سرقت الاول وبعدين هو دخل واكتشف. يبقى دخل او رجع البيت واكتشف. يبقى ده الماضي بسيط لانه حصل بعد الفلوس ما سرقت. ودي اهم حاجة انك انت تكون عارفت ترتيب بتاع الاحداث. برضه اكسبريشن ده يا شباب. واننا بكده في الفيديوهات العديمة. تساوي هون معها past simple. هون اي مت يبقى واننيتنج ماي فرند يبقى عند مقابلة لصديقي عرفت what had happened. بص دخل اتاني برضو عرفت ماضي بسيط. إلا حصل. إلا حصل ده شباب ده رقم واحد. ودا هيبقى رقم كام 2. شوف كده الشيك بوينت ديك before space the high dam some temples had been moved to safer places الى اماكن او بعض المعابد نقلت الى اماكن اكثر امانا طبعا هنا يا شباب before مفيش وراها حاجة يبقى before building قبل بناء واليام التاني ماضي تاني حتة جميلة هنا برضو يا شباب خلابلك هنا had been moved مبني للمجهول في زمن الماضي التاني خلابك من حتة دي برضو جميلة جدا I space the exam until I had read it carefully يبقى طبعا انا ما حلتش الامتحان الا لما كرقته I didn't answer the bus space when I arrived at the station bus I didn't catch it ملحقتوش يبقى هنا ماضي ايا شباب ماضي تام يبقى الاتوبيس درى المحطة قبل من اصل As soon as we space the nail police we started our journey هنا ماضي بسيط يبقى as soon as we had told أفطر علي اديهاد والتصريف الثالث لفعل he space to work in a company يبقى he went يبقى بعد ما خلص المدرسة ذهب للعمل في company في شرك شوف كده مع بعض اسئلة على القواعد ركز مع بعض يا شباب Long time ago يبقى الكلام في زمن past it was difficult طبعا هنو مفيش ترجمة بقى للحاجات ديت لانها ديت قواعد انك انت تصدم المواقع التواصل الاجتماعي يبقى كان من الصعب ده كلام ده زمان طبعا Number two They didn't come to the cinema with us هما مقدروش يجوا معنا للسينما Because they already seen the film لان طبعا هما كانوا في فراجة على الفيلم والحيطة دي جميلة برضو يا شباب كلمة بيقوز بيجوا وراها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط يعني حل برضو جميل بيعرفني بعض القواعد اللي مش موجودة فوق طبعا هنا تصييف الساس على طولة يا شباب من غير ما افكر احط having لسا الينا فوق مريب جدا من اللي احنا من الوقت الوقت having تصييف الساس للفعل لانه after before يبقى وراه مفير بزا انجين during يبيد وراها اسم When he went to the party عندما ذهب الى الحفلة his friend space so he didn't he didn't meet يبقى اكيد صديقه غادر قبل ما هو يجي يبقى هاد والتصييف الساس للفعل برضو حتة جميلة I didn't watch the movie انا مفرجتش على الفيلم ايه I had already read the story of the film انا بالفعل قرأت يبقى اكيد علشان اهي وجاي وراها ماضي تام قبلها ماضي بسيط number six buy the age of ten طبعا هنا على طولها يا شباب قبل سن العاشرة يبقى الكلام ده وراه ماضي تام اللي احنا قلناها في الاول خالص buy معها زمن قديم يبقى يجي قبلها او بعدها ماضي تام يبقى هاد والتصييف السالس للفعل number seven space had he ده طبعا جميلة جدا يا شباب اهم حاجة نيجي نبص هنا كده zain يبقى بتيجي معها ايه على طول من غير ما نفكر no sooner zain ثاني حاجة يا شباب had he يبقى الكلام هنا معكوس مع بعضه لان احنا بدأنا ب no sooner number eight انا ماشيين بالراحة اخرى صوت عشان الناس بتقول ايه احنا بنجري as soon as i met ادي هنا as soon as وراها ماضي بسيط نروح اليمة التانية i new ادي كمان ماضي هوات يبقى اكيد النوع التالت او الفعل التالت في التصريف السالس مع كلمة هاد والتصريف السالس عندي ثلاث افعال واحد منهم بيقى ماضي تام اللي اتنين التانية ماضي بسيط زي هما قالوا ان السرعة بتاعة السواء ايه اكيد سببت الحدثة يبقى الحدثة السببت بسبب السرعة يبقى هاد كوزد سببت طيب واحد يقول لي يا مستر هو انا عرفت مني انه ماضي تام في عندك حاجة يا شباب في اعدادي كانت اسمها المباشر والغير المباشر زي ست زك وبعدين بنحط الجملة في الزمن الاقدم يبقى هاد والتصريف السالس للفعل لان الحدثة حصلت فانج ماضي تام نمبر 10 هنا في انجي على طول يا شباب يبقى ايه او افتر او بي فور طبعا معندش هنا غير كلمة ايه 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 اينجي هو معنى فقط لغير أماني أماني كب بالفعل جعانة لأن أكيد هي ما كانتش طول النهاري طبعا لها مستر خطة هدن عشان في هنا بيكوز وراها مضي تام قبلها مضي بسيط نمبر سرتين هون شي سو زا فاير كامنجا أو توفزا فاكتوري لما شافت النار طالع من أو الحريق طالع من الفاكتوري المصنع شي طبعا صرخت في ساعتها طبعا يبقى هنا مضي تام ومضي ايه يا سوري مضي بسيطة الاثنين لبقى لأنه في ساعة ما شافت على طور حاجة جاية صرخت يبقى الحدثين متقاربين 14 اللي هو الشوبنج اللي أنا بعمله كل يوم من التصريف بتاعي طبعا هنا فيها شباب ومعها هاد تصريف ثالث الفعل ركز كويس واحدة يقول لك didn't do هو مش الشوبنج اللي هيعمل يا أساتز يبقى مبني المجهول يبقى وزنت والتصريف الثالث الفعل اللي أنا قلتها لك فوق number 15 as soon as she space the book she wanted to see the film طبعا هنا as soon as وراها مضي تام بعدها اليامة التانية ماضي بسيط هي باخد هاد والتصريف الثالث الفعل having على طلب من غير ما فكر تصريف الثالث الفعل يبقى having done the shopping بعد ما عملت التصوك أمي بدأت to prepare lunch أو بعد أمي ما عملت التصوك بايزة طايم على طول يا شباب وراها past simple يبقى اليامة التانية past perfect يبقى had had she was late هي تأخرت علشان يبقى هنا برضو because وراها مضي تام عشان هي نسيت تعمل الألارم اللي هو تزبط المنبة the football season space a month ago يبقى طبعا هنا a month ago ده عادي past simple عادي خالص يبقى began the space many hours before we arrived هذه before هي شباب وراها مضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام يبقى زي هاد lift many hours هما غادروا قبل مناصر he admitted that هو اعترف ان he is his brother's watch طبعا هنا يا شباب برضو حتة admitted that ده مباشر وغير مباشر فبناخد الجملة في الزمن الأقدم يبقى ناخد هاد والتصريف الثالث للفعل طيب حاجة تانية يا شباب هو اعترف ان هو قصر الساعة يبقى قصر الساعة الأول ثم يبقى اعترفه يبقى اعترفه ديت رقم واحد وبعدين قصر سوري اعترف دي رقم اثنين لانه قصر الساعة الأول وبعدين اعترف بعد كده 22 he the children collected the fruit that space from the three برضو جميلة جدا الجملة دي يا شباب that هنا برضو ماضي تام لي يا مستر معنى الجملة يا شباب لانه بيقول لي هنا الاولاد جمعوا الفكهة اللي سقطت يبقى سقطت الاول ثم هم جمعوها 23 the house was dirty المنزل كان قصر we space it four weeks يبقى احنا ما نضفناه شي يبقى we hadn't clean it four weeks 24 the house was quite المنزل كان هادئ وين ايجوتهم لما وصلت البيت everyone space to bed بص بركزنا يا شباب ادي ماضي ودي ماضي يبقى هاخد اليامة التانية ماضي تام لانه هما دخلوا ناموا had gone وبعدين هو لما وصل لقى المنزل هادئ 25 i had scarcely seen my daughter space i asked her to tell me all about the exam يبقى scarcely ومعها كلمة ايه على طول حفظنا وين نصونا ارزان scarcely واردلي وين it was only طبعا قاعدة حفظنا هلسه قلتلك احفظها زي اسمك كده وين وراها ماضي تمسم وماضي ايه بسيط ودي كلمة ازتان الرابط ما بينه when i visited my mother لما زورت امي she space me to have lunch with her يبقى طبعا الحدثين متقاربين يبقى هي دعتني ساعة ما دخلت كده ايتت على كل حتة دي جميلة جدا يا شباب hardly قلنا لو بدأت بhardly احط الفعل المساعد ثم الفعل ثم الفعل نبص هنا كده يا شباب ما بيجيش معها مضارع تام خلاص من لاجع به طيب هنا ده كده مش معكوس لازم معكس الهاد الاول يبقى قالي did وقلتلك فوق ممكن احط ماضي بسيط عادي بيدد والفعل في الماضي مجدى denied حتة دي جميلة جدا يا شباب مجدى denied ناكرت او انكرت taking the remote control ناخدت remote control I threatened here لغات مانا هدتها يبقى انطل يا شباب واحد يقول لي يا سيدة وفين المان في اللي هنا وانا كلمة denied هنا تدي ان في انكرت فير بزاقين نجي يا شباب يا اما افطر يا اما بفور يا اما ان من غير ما افكر كده الوحيد اللي تنفع معي هنا افطر ووشنج مايكار بعد ما غسلت العربية اي took my family out for a drive خد اهلي وطلحت بيهم العربية بكده يا شباب نكون خلصنا الجزء التاني من الوحدة التسعة وهو طبعا احنا عارفين الكتاب جيم بيقسمهم نصين فاحنا خدنا جزء في القواعد الاولية وجزء في القواعد التانية زائد الكلمات وحروف الجر وهكذا من يا شباب يكون المحتوى عجبكم وما نساش لايك للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته